السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبيبي في قناة المشاهد والترها النهاردة بإذن الله معنا فيديو جميل جدا 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 لكل حبيبي ومتابعيني وناس القرامي اللي حضراتكم سألتوا على ان طبعا ازاي ترقادوا بط اكتر من بطة في مكان واحد وفي نفس الوقت ازاي تهياء المكان للنطيع علشان تقدر انها تبير عندك بكل سهولة بس عايز اقول لك لو انت اول مرة تشوف قناتي ياريت تنزي تشترك فيها واتفعلك جرس عليك كله ما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك القناة يكون جزاك الله كل خير موضوع ان البط اه موضوع البط ان هو بيرقود او ان هو علامات البيت بتاعته وازاي ان احنا نخلي البطة ترقود لاخر تلاتين يوم اول من اول يوم لاخر يوم في الرقد بتاحها وازاي انها هيق لها المكان وازاي التخصيب اه نطلع لبيت كله مخصب وازاي كمان نخلي الفقس كله يطلع بدون اي بيوت كاتم او اي حاجة تحصل له الطيور بتاعتنا او للبطة بتاعنا وهو رائد الاسئلة دي كلها اتسألت فيها وازاي كمان نعرف ان البطة خلاصة يعني هي كده خلصت البيت بتاحها وبدأت انها تنقط الرج بتاحها علشان ترقود على البيت من السهل جدا اول حاجة هو الهالكو اول حاجة التربية ان انت تكون لازم تكون البطة اللي انت هترقى دي هتكون رائد طبيعي يعني تكون طلع عندك في رائد او جايبها من حد موثوق منه تكون طلعالو رائد خلاص طالع رائد يعني طالعه تحت الام او طالعه تحت فراخ اي مهم ان هي تكون رائد ما تكوننش اول حاجة ما تكونش فقاسات ما يكوننش فقاسة او حاجة او تكون انها فقاسة تحت لمبه او اي كلام ده لام تكون رائد الطبيعي رباني تحت الامة او تحت اى نوع تان Lift طلعها تحتى تمام كده دي طبعا بتبقى من الحاجات اللي هي يعني بتديك نسبة انتاج كويسة جدا جدا لان الحاجة اللي احنا بنرقادها وبتطلع عندنا اول حاجة لما هيكبر عندك البط هتلاقي البط باسم الله ما شاء الله بدأ ان هو يرقض لوحده يعني اما هيتم ستة شهور هتلاقي كده باسم الله ما شاء الله بدأ ان هو عن قوضة بيبطاعه يكمل بدأ ان هو يبير عندك وبدأ كمان ان هو يرقض تاني حاجة تختاري ازاي تختاري ان ترو اي ا Bra апوال تاعي او لانتاج بتاعك اول حاجة انت بتجيبيها بتجيبي مثلا بتشوف اللي ان تحبه ازا كان بقى مسكوفي ازا كان بط بلدي او مرجان حسب النوع اللي انت بتفضليه تمام كده طبعا بتفضلي اللي انت عاوزها وبعد كده بتبدأي ان ان تختاري البطة اللي هي كون ووزنها كويس تاني حاجة بتكون المناعة بتاعتها كويسة ما يكونش عندها اي امراض ما تكونش الام اللي هي بغضة البيضة والبطة طلعت منها ما تكونش الام قبل كده كان عندها اي امراض او اي حاجة قبل كده تمام تكون المناعة بتاعتها كويسة تكون الحجم بتاعها كويس واختار البطة الطويلة ما تختاريش البطة اللي هي صغيرة علشان البطة ايه كبيرة ايه طويلة بتتلاقيها بسم الله ما شاء الله بتشيل معاكي كمية بيت تحت البطة كويسة جدا جدا. استقلت كمان ازاي ان انا اه برقد اه بطتين او تلاتة في نفس المكان زي ما حضراتكم شايفين. انا هنا حطى هوت صندوق او حطى سبت وحطى جوه اش وكمان مدرية الجنب التاني حطى برضو اه في نفس الزاوية. حطى برضو هنا زي ما انتم شايفين هنا هوت اهوت. حطى كده اه مسوياب الطوب. المهم ان انا عم مربع كده في الزاوية. وحطى في اش ها زي ما حضراتكم شايفين. وهنبدأ برضو ان احنا نحط عليه كده خشبة قبل كاشا. المهم ان انتم تحط اي حاجة تداري عليها البطة. البطة بيحب ان ما بيجي به. حب يكون المكان اللي هو بيبط فيه مداري. تمام ما ينفعش البطة باضت مرة واثنين وثلاثة في مكان ما ينفعش ان احنا ناخد البط بتاعها ننقله او نوديها في مكان تاني ان هي خلاص بتبقى تعودت على المكان. فبالتالي لازم ان ننتسي بيها في المكان اللي هي بتبط فيه علشان تتعود في المكان بتاعها تبيت كل يوم. وكمان هتلاقيها بعد كده بدأت ان هي آآ تنفيش تنكت الرج بتاعها وتبدأ ان هي آآ ترقط فيه على البط بتاعها. لو عندك مسلا اماكن مسلا مكان او اتنين او تلاتة واماكن دي محدودة وما فيش عندك اي اماكن تانية تقدري ان انت زي ما انا عملك كده شايفين هنا المكان دوت انا اسمان والصن كده وحط فيه برضو سابت هنا وفيه بطة رأدها بسم الله مشاه الله. وبرضو حط عليها قبل كاشة. لازم ولابد ان انت تداري على البطة كده وهي رأدها علشان خاطر تبقى كنف. مكانها ملهاش دعوة باي طيون. خالص. تبقى بعيدة عن الفراخ بعيدة عن البطة بعيدة عن كل حاجة. انت مربياها. ليه? علشان تكن وتعود على البيت. ما ينفعش طول ما البطة رأده على البيت ما ينفعش ان احنا نسيب عندها الزكر. برضو جالي سؤال مبارح. آآ البطة رأده وبتسيب البيت بتفضل نايمة على البيت طول الليل والصبح بتسيب البيت وبتخرج مع الزكر. ما ينفعش خالص ان انت طول ما البطة رأده تسيب عندها الزكر. انها طول ما هي شايفة الزكر هتخرج وهتقوم هتاكل واتشرب معاه. فبالتالي هتيجي بالليل هتنام على البيت وهتقوم الصبح عاري كأنها تكمل حياتها وهتخرج وهتدخل عادي وهتخرج برا. فما ينفعش ان تسيب الزكر مع البطة طول ما هي رأده. خلاص البطة بطلت آآ تبيد وخلاص نكتت الرش بتاعها وبدأت ان هي آآ رأدت الحمد لله على البيت وكنت على البيت بتشيل الزكر خالص من عندها خلاص لما هي بتخلص بيت بتشيل الزكر من عندها لحد بقى ما تخلص آآ تمام التحضين بتاعها وتطلع الفقس بتاعها البيت بتاعجز. كان بتبطة او بتفراخ. الفرخة نفس الطريقة. بس الفرخة ممكن آآ الفراخ ممكن ان انت تسيبيها برضو في اماكن يعني ممكن المكون فرخة آآ رأدة بتسيبيها ممكن مع الفراخ. ما فيش اي مشكلة برضو بتبقى مدارية عليها بخشبة كده لان الفراخ غير ربط خالص. يعني انا ما كنت اما الفراخ بترقود عندي بترقود والفراخ في وسط الفراخ عادي. ما فيش اي مشكلة. بس اهم حاجة برضو تدار عليها كده برضو بخشبة علشان تبقى بعيد عن اي تيور تانية موجودة عن ده. تمام? آآ برضو سألت البطة بغضت خمس بيضات طبعا اعمل قفل بيت دوت آآ خمس بيضات بس وما كملتش باقي بيت. هو ممكن العنقوب بتاحها يكون خمس بيضات بس. يعني ممكن تكون لست اول مرة ببيت. والعنقوب بتاحها ما جابش لخمس بيضات فما هاش مشكلة خالص. انا كان في عندي برضو بط كان بط تقريبا كان سبع بيضات او تمام بيضات ورأدت على التمام بيضات بتوحها ما فيش اي مشكلة خالص. بعد كده بس هو عشان بيبقى اول عن قود ليها بعد كده بسم الله ما شو الله ممكن تتلاقي بال 12 ربيضة وبال 15 ربيضة بتبيضهم. لو انت رحزتوا هنا مجموعة النوت دي كلها حوامل. يعني اي حوامل? طبعا حد هيقولي يا مشاهدة بط بيحمل. لا مش معنا ان هو حوامل يعني البط بيحمل يعني حوامل يعني البط كله بسم الله ما شو الله عليه بيض. يعني قرب ان هو بيض. لو بصيت تحت الدل بتاع البط هتلاقي كده نازل تجويف زي السبعة. خلاص مدام هي البطة خلاص نزلت التجويف بتاعها اللي هو تحت الفتحة بتاعت الشراج بتاعتها كده هتلاقي كده نازل وصائب منها تعرفي خلاص ان البطة قربت بيض. وزي ما قلتلكو في الفيديو بتاعي مبارح تقيس البطة من العظمتين اللي فوق اللي تحت الفتحة بتاعتها الشراجية هتشوفي لو هم ترد صوابع يبقى البطة خلاص وممكن كمان تحسي بالبيضة تحت ايديكي. تاني حاجة اللي هوي لو هي موسعة سبعين اتنين هتحرفي برضو ان هي خلاص يعني قدامها ايام مهضبين. تمام كده? طبعا كل الحاجات ديت علشان خاطر البطة يطلع في كل حاجة وكمان تقدر ان انت ترقدي اكبر مجموعة من البطة عندي. طب ازاي ان احنا هنرقض مثلا بطتين تلاتة في نفس المكان زي ما انا عاملة هنا كده هتحطي في كل الزوايا ثبت كده والدرع لي. وكل الفتحة بتاعته بعيدة عن الفتحة الاولانية. يعني لو انتم لحظين هتلاقي هنا الابلاكاش اللي انا حطها هريك. الفتحة بتاعتها من الجانب التانية الفتحة بتاعتها بالطول علشان البططين ميبقوش شايفين بعد. نفس الطريقة هتعملي في اللي جناب التانية بحيس برضو ان هم هيرقضوا وهيبريدوا كمان وهيعودوا في نفس المكان وهيرقضوا في نفس المكان بدون اي تعب بدون اي حاجة. خلاص. سألت برضو قبل كده. الدكر بتحطي له كم نتاية من تلاتة الاربعة حسب الدكر وحسب التكسير بتاعه. يعني لو انتو حطتي قبل كده مع انتايتين مع تلاتة وطلع نسبة التخسيب بتاعته كويسة خلاص ما فيش اي مشكلة. طبعا هنا شايفين بسم الله ما شو الله هنا طبعا البطة هوت بيبدأ ان هو يستكشف المكان. دي طبعا احلى ميزة في البطة. ان البطة من النوع وهي بحيد بيستكشف المكان علشان كل بطة المكان اللي هي بتبت فيه هو ده اللي هي بتروح تبت فيه كل يوم لحد ما بتخلص البطة بتاحها خالص. وبعد كده بتبدأ ان هي هتنقط الرش بتاحها وتصوصها او تصوك كده بتسمعها الصوت بتاحها كده اه تلاقيها عادة تصوت تصوت او تصوصها وكده بصوت عالي تعرفي خلاص ان البطة بتاعتك بدأت ان هي هترقود على طبب بتاحها بسلام ما فيش اي مشكلة. دي كانت النهاردة كل حاجة انا قلتها عن ان ازاي تربي البط وازاي ان انت اه تختاري نوع البط بتاعك اللي انت عاوزة تربيه او اللي انت عاوزة ترقديه وازاي ترقدي في كزا مكان وازاي كمان ترقدي في مكان واحد بطة واثنين وثلاثة. خلاص كده لو عاوزين اي حاجة اكتبوها لي في التعليق.